قرى الصمراء بالزت يعني انا بشوف اقوى من كوبة امريكا واقوى من حيث ان ده منجم دهب بالنسبة للاوروبا واتمنهم مش مش غالية وفي نفس الوقت بتكتشف لعيبة جدل بتتكلم يا كابتن خالد على نهائي في ساديو مانيو محمد صلاح بس كده يعني بتتكلم على نهائي في بالزبط بالزبط يعني ساديو مانيو محمد صلاح عايز ايه تاني واحد اتنين من ابرز لعيبة في العالم عندهم نهائي ده اعتقد اعتقد اللقطة بتاعة محمد صلاح وبيقول ابو جبل بشغطة على مين وهو جاء له لا انا شغطة هنا وهنا فهم قصدي اعتقد دي لفت العالم اكيد لا تلفت العالم وخصوصا هتصدت وخصوصا كمان هتصدت وساديو مانيو اللعب كابتن طيب ساديو مانيو بناء دم طيب حتى هو تعصب ملأة يعني اتعصب بشكل مبالغ في اللي هو عافوي يعني اه بيباني عليه اه اه اتعصب بشكل كبيلا ملأة محمد صلاح بيتكلم مع ابو جبل فهو راح لابو جبل قال له لا انا شغطة هنا اه فهو عايزة شتة ابو جبل باي شكل من الاشكال وeken و trackedها في في المكان اللي حامد صلاح قال له عليه اه عايزة احكي بس موقف بالنسبة لساديو مانيو ممكن دي حاجة القدر كتبها بالصدفة اه ساديو مانيو في اللقاء كاف فيردي احتكب حرس المرمى واقع وروح للمستشفى صحيح ما الحرس اتطرد فابريزو رومانو من أبرز الصحفيين على مستوى العالم كان متواجد مع ساديو ماني صحيفة ديريميل بتتكلم موضوع صلاحه ماني اه بالظافة فابريزو ده من أقوى الصحفيين على مستوى العالم كان متواجد في المستشفى مع ساديو ماني وبيحكي موقف طريق جدا بيقول كان فيه أحد أحد الأطفال الكاميرونين كان متواجد في المستشفى وكان هيعمل عملية جبيرة جدا وتكلف 400000 فرانك وما كانش لقى حد يدفع حاله فساديو ماني وجوده في المستشفى كان سبب ان هو يدفع المبلغ ويتبرع بالمبلغ كله للعب ودفع فلوس كلها للعب وخلى للطفل يعني الطفل كان داخل المستشفى وليزم يعمل عملية ومش لقيين الفلوس فقال لولا ان ساديو ماني تخبط في الحارس فراح المستشفى اللي ما فيها الطفل وكان سليم يعني راح المستشفى فايق فقام الدكاتلة داخلين بيتكلمهم مع السادي بيقولهم فيه ايه لبرة قال لهم كذا كذا قال لهم حضر الفلوس هتجيلكم وجاب الفلوس ودفع الفلوس للطفل يعني بني قدم طيب وعفوي يعني بشكل جميل جدا كان الافريقية كلها بتكلم عليه والعالم كله كان لسه متصور مع والده في السنغال هو والده شيخ جامع بالزبط والده شيخ كان لابس كده قفطان كده لا لا والده شيخ جامع والده اطول منه اه على فكرة يا كابتن يعني والده كان رفض ان هو يلعب كورة والدته رفضه ان هو يلعب كورة عمه الوحيد اللي بدأ يعني يفكر في وقت من الاوقات ان الساديو ما يعنيه انه يبقى لعيد كورة بس شفت استقبال السنغال استقبال انجاز كبير اللي قدم السنغال الشعب السنغالي شعب متحدر بشكل مختلف عن الشعوب الاخرى في القرية الافريقية شعب مختلف حتى كانوا بيقابلونا بعد اللقاء واحنا في المطار احنا كنا راجعين للقاهرة انت كنت في المطش كنت في المطش ده المطش روحيد اللي روحته ده المطش روحيد بسم الله ما شاروش شكتوح فأمير على الف ما تروحش داني بقى اه كانوا بيحيونا وكانوا بيبدلوا تشيرتات مع الجماهير كانوا كلهم عايزين تشيرتة محمد صلاح تحديداً بس تلاقيه بقى حتة ايه يعني اول ما يشوفوا حد لبس تشيرتة محمد صلاح هو يقولك ساديو مانيه على طول بيعتزوا باللعيب بتاعهم بيعتزوا باللعيب بتاعهم وفهمين ان هو فيه منافس ساديو مانيه برضو لعيب مش قليل لعيب مش قليل جداً خدح سلعف البطولة بالزبط يعني ويستحق ان هو يكون من الافضل لعيب البطولة بالزبط